هاي ناس ما تعرف انه لا يزال هناك فيليون لاجئون في مخيم ازنة في غرب ايران فالناس اللي موجودين ما اعرف ستمية اكثر من ستمية لا زالوا موجودين في ايران شنو وضعهم هل تتواسطونوا يهم يعني بالتحديد استاذ علي بالتحديد 262 عائلة 262 عائلة بعد 43 عام يعيشون في مخيمات تفتقد الى ابسط ظروف المعيشية يعني هذا بالحقيقة كيف الحكومة العراقية ترضى على نفسها الجهات السياسية النخب الفنية من يطالب بحقوقهم ما يكون مطالبة حقيقية يعني هذول منسيين بالحقيقة انا ذكرتهم في لقاء اليوم مع الرئيس الجمهورية فقامت الرئيس مسعود البرزاني لكن هؤلاء اين يعودوا دورهم وممتلكاتهم لحد الان يعني محتلة من قبل الغير ان صح التعبير فلنقول احتلال